زي ما شفنا في التقرير كده احنا معانا النهاردة مغامر متميز جدا كان عاوز يعمل تجربة مصرية نكحة وياخدها ويطلع بيها للعالمية زي ما بيقولوا جويش ازاي؟ الحمد لله تمام منورنا في المغامر بنورك أو بنخليك اولا مبروك على الرحلة بتاعة ايرلندا الله يبارك فيك يا رو بس قبل ما نروح للرحلة دي في حاجة لازم نرجع لها فلاش باك حال عايزينك تحكي للناس ازاي؟ مهندس الكترونيات عنده 29 سنة بقى عنده شركة مليونية بالدولار لسه قفلة جولة مولية ب4 مليون ونص دولار جات لك الفكرة امتا؟ ازاي؟ ابتديت ازاي؟ عملت ايه؟ عارف الكواليس يعني نقول بقى للمسي والله الحمد لله يعني كل ده بفضل ربنا وبفضل مجهود تيم كبير مش جويش لوحده من الحمد لله داتي في الشركة كسرنا حاجة زي 600 فرد فالحمد لله احنا تيم كبير قوي مش جويش بس اللي بيتكلم في آيسكو بس الفاوندر عادة اللي ما بيبتدوا بيبقوا اتنين تلاتة شخص الوحده ازاي بقى جات لكوا الفكرة؟ بالضبط احنا كنا يعني مهانديسين بنشارك في مجالات البرمجة وروبوتيكس في حتة المسابقات كتير قوي واحنا في الجامعة وبنان عليه الحمد لله تتحلينا الفرصة ان احنا نسافر كتير فسافرنا ماليزيا سافرنا الصين وسافرنا اليابان وتحديدا اليابان كانت السبارك كانت الشرارة بتاعة الفكرة احنا لقينا هناك طلبة عندها مثلا طلق 10 سنة و 12 سنة بتنفسنا احنا كطلب الجامعة وبتكسبنا كمان فكان الموضوع غريب جدا ان هم تعلموا ازاي تأسسوا ازاي فده خلنا نعمل ريسرش نبحث شوية في المجال ده بحيث نعرف والطلب دي اتأسست ازاي بقيت تعرف تعلم برمجة ازاي تعلم زكاة استناعية ازاي تعلم روبوتات ازاي من سن صغير ولينا ان فيه قريدي مؤسسات موجودة كده في اليابان بس مفيش حاجة زيها في الميديا الايست او في الشرق الاوسط فده كانت الدافع ان احنا نقرر بقى ان احنا نعمل حاجة زي كده وازاي بقى نعرف نعملها بيزنس دي كانت نقلة تانية خالص يعني في 2017 الحمد لله كنت اخدت منحة دراسية وسافرت امريكا درست في جامعة انديانا كيلوس كروب بيزنس رادة عمالي قدارة مشروعات وهناك حبيت موضوع البيزنس قوي ورجعت مقرر ان انا لأ يعني لما ارجع مصر هأسس الشركة ومش هبدأ اشتغل في شركة يعني هأسس شركة مع التيم بتاني كان عندك كم سنة؟ كان عندي وقتها تقريبا 23 سنة ماشاء الله